أعزاء الشباب أعزاء الطلبة والطالبات نواصل مع الأدلة على توحيد الألوهية وبعد أن وقفنا على توحيد الفطرة أو دلالة الفطرة على توحيد الألوهية وكذلك قد وقفنا على دلالة الخلق على توحيد الله الواحد القهار ننطلق بك الآن إلى دليل آخر ألا وهو الدلالة الخبرية للنصوص الشرعية ما معنى هذا الدليل أي أن النصوص القرآنية والنبوية فيها من الدلالة الخبرية أي عرفنا أدلتها عن طريق الخبر وهي تشير إلى استحقاق الله تبارك وتعالى للألوهية قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ هنا أنظر إلى هذا الأمر لا إله إلا أنا إلا نوحي إليه أي عليكم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه في الخلق غيره ولا في العبودية غيره كذلك يقول تبارك وتعالى مؤكدا على أن كل ما في حركات الإنسان في حياته ينبغي أن تكون لله قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين انظر بذلك أمرت أي أن العبد المسلم مأمور بأن يكون من أول المسلمين لله بصلاته ونسكه ومحياه ومماته فكل ما في خلقات الإنسان وحركاته في الكون إنما هي لله الواحد القهار أيضا يقول تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أمر رباني بأن يلجأ العباد إليه وأن يوحدوه وحده فهو الله الواحد الأحد أيضا من تلك الأدلة الدلالة العقلية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القرآن الكريم قد اجتمل على النوعين من الأدلة الأدلة الشرعية أي لا دخل للعقل فيها وأيضا إشارة إلى أن القرآن أكد على ضرورة إعمال العقل في الوصول إلى استحقاق الله تبارك وتعالى لتوحيد الألوهية وهو يشير أيضا للدعاة والذين يحافظون على شرع الله ويسعون إلى إقامة شرع الله عليهم أن يعملوا عقولهم إذا اقتضى الأمر ذلك وهكذا كان إبراهيم عليه السلام حيث أعمل عقله مع قومه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاء انظر إبراهيم عليه السلام يقول إن هذه المعبودات ما هي إلا من إفككم أنتم ومن صناعة عقولكم وهي آلهة لا تصلح إنها من صنع البشر فكيف يتسنى لهذه الآلهة أن تكون نافعا للبشر كذلك يقول إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه كما قال القرآن قال أتعبدون ما تنحتون هذا هو استفهام استفهام إنكاري واستفهام توبيخي يوبخهم وينكر عليهم أتعبدون ما تنحتون أي إنها أشياء لا تصلح إنها منحوتة من الذي يصلح للعبودية يا إبراهيم قال والله خلقكم وما تعملون إن المستحق للعبودية وحده هو الله لا تلك المنحوتات أيضا من الأدلة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كل ما في الكون من خلق من إبداع من تكوين إلهي يؤكد على استحقاقه للألوهية فإن كنتم قد أقررتم يا معشر الكفار بربوبيته فيلزمكم أن تقروا بألوهيته قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون هذه الآية من أعظم الأدلة على استحقاق الله لتوحيد الألوهية كذلك يقول ربك تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هذه الآية أعزائي الطلاب قد أشرت إلى أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية في كونه رب السماوات والأرض وتوحيد الألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته أي وحده لا تعبد سواه وفي قوله تعالى هل تعلم له سميا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات أيضا من الأدلة على توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية قال تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحي وصف لله تبارك وتعالى ومن أسمائه أنه حي الحي القيوم ما دام هو الحي فهو الله الواحد الأحد كذلك يقول ربك تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيعبدوه بها ما دمتم قد اعترفتم بأن له أسماء حسنى فيلزمكم أن تعترفوا بألوهيته أيضا من تلك الأدلة إبطال ألوهية ما سوى الله سبحانه وتعالى فكل ما سواه لا يصلح أن يكون معبودا قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إن الآلهة المزعومة والكواكب المزعومة والشموس والأقمار والأصنام ما هي إلا آلهة باطلة كذلك قال تعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ هنا دلالة عقليا في هذه الآية دليل عقلي إن الذي تعبدونه من دون الله لا يستطيع أن يخلق لنفسه لا يستطيع أن يملك لنفسه فكيف يملك لغيره هذا دلالة على أنه لا يستحق الألوهية وقانون أو بقاعدة المخالفة ما دام الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المدبر إذن هو المستحق للألوهية قال تعالى قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الآية أيضا تؤكد أن الآلهة المزعومة ما دامت هذه أوصافها فهي لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تستطيع كذلك أن يكون ناصرا للمعبود فالآلهة لا تنصر معبوديها فكيف تستحق أن تكون آلهة هكذا أيضا دلالة عقلية تبرز لنا أن الحق تبارك وتعالى أبطل ألوهية ما سواه بالعقل كأنه يشير إلى أن البشر لابد أن يعملوا عقولهم للوصول إلى الاعتراف بتوحيد الله الواحد الأحد إذا كنا قد وقفنا أعزائي الطلاب على الأدلة فيلزمنا أن نختم هذا الجانب بإبراز خصائص توحيد الألوهية كما أبرزنا سلفا في توحيد الأسماء والصفات بإبراز خصائصه ومن خصائص توحيد الألوهية أولها إنه الغاية من خلق الجن والإنس نعم لقد خلق الله عز وجل الإنس والجن ليعبدوا الله وحده وليقدسوه وحده لا ليشركوا معه في الإلهة غيره إنه الغاية من خلق الجن والإنس أيضا هو أول واجب على المكلف فكل مسلم عليه أن يعي وأن أول ما كلف الله به عبادة أن يعترفوا بأنه الله الواحد الأحد كذلك إن المقصود الأعظم من إرسال الرسل هو توحيد الألوهية أيضا قامت على هذا التوحيد الخصومة بين الأنبياء وأممهم فكل الأنبياء قد واجهوا أقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقالوا له تبا لك لهذا جمعتنا كما قال رسول الله وكما قالوا لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهكذا قالوا لسيدنا نوح عليه السلام إن لنا كفينا ضعيفة وقال الأنبياء لأقوامهم وهم يعاندوهم لأنهم يؤمنون بالإله المجسد وإلهنا تبارك وتعالى ليس جسما وحاشاه أن يكون كذلك أيضا من خصائص توحيد الألوهية أن المشركين لم يوحيدوا الله تعالى في ألوهيته مع إقرارهم بربوبيته ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشركون لو اعترفوا بأن الله إله واحد ما قاتلهم هم كانوا يعترفون بأنه رب قالوا ما نعبدهم لليقربون إلى الله زلفا يعترفون أن الله رب لكن لا يعترفون أنه إله وما دام لا يعترفون أنه إله فقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دام النبي قد قاتلهم فإن ذلك دلالة على أن الألوهية هي أعظم ما جاء الأنبياء والمرسلون من أجل تثبيته في نفوس البشر